كوثر الآن يمكن أن نقول إن التطريس الشوارع قد يقترب من ذروته تماما هناك أحياء مغلقة بالكامل هناك مناطق أصبحت معزولة بصورة شبه كاملة كوثر على يمين جسر المكنمير الذي يربط مدينة الخرطوم بحري منطقة السوق الكبير في الخرطوم بحري والمؤسسات الحكومية يربطها بمنطقة وسط الخرطوم والقصر الجمهوري والسوقين العربي والأفرنجي هذا الجسر المكنمير في مثل هذا الوقت من خلال أيام الأسبوع كان يعج بالحركة وتكاد تكون سرعة السيارات فيه أقل من 10 كم في الساعة الآن مستوى الحركة في هذا الجسر هو أقل من مستويات يوم الإجازة أو عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة لا تكون في الحركة بهذا المستوى تحدثنا إلى معارف زملاء في أحيا لم يتمكنوا من الخروج من الأحيا مثل حي المزاد في الخرطوم بحري ومناطق أخرى أصبحت مغلقة تماما هناك يغلاق في جنوب شارع المطار هناك يغلاق في حي الرياض هناك يغلاق في شارع الشهيد عبدالعظيم أو شارع الأربعين سابقا في أمدرمان هذه الطرقات أدت إلى شبه شلل تام للحركة في عدد كبير جدا من المواقع في العاصمة السودانية طيب الأمن من جهاته كيف يتعامل مع هذا؟ هل من رد فعل من قبله من قبل الجهات الأمنية؟ حتى اللحظة لم نرصد تعامل من القوات الأمنية بدرجة كبيرة مع مسألة تدريس الشوارع كان هناك فتح للشارع بالقوة صباحا اليوم في أمدرمان شارع النيل تم إغلاقه وفتحته الشرطة بالقوة الجبرية ثم أعاد المحتجون إغلاق الشارع ولكن حتى الآن لم نلاحظ أو لم تصلنا معلومات عن أي التعامل بالقوة مع هذا التدريس ربما يتغير المشهد خلال الساعات المقبلة ولكن كوثر بصورة عامة عندما يكون الاحتجاج بتدريس الشوارع التعامل الأمني يكون محدود باعتبار أن التدريس في حد ذاته يمنع تحرك القوات الأمنية ويحول دون وصولها إلى مواقع بعيدة ربما يحتاج الأمر إلى وقت طويل لتسلك هذه القوات طرق أخرى وملتوية وتحاول فتح ممرات على الأقل جانبية للوصول إلى الشوارع الرئيسة المغلقة خاصة في أمدرمان والخرطوب بحري كوثر هناك معلومة مهمة يجب أن نشير إليها مسألة إغلاق الشوارع على هذا الشكل لم نلاحظها فقط سواء مرتين عقب فضل اعتصام القيادة العامة كان يتم إغلاق الشوارع بالنهار وبهذا المستوى أيضا عقب إجراءات الجيش التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر كان الإغلاق بهذا المستوى هذا المستوى لم نلاحظه على الأقل طيب إذن ما الرسالة منه يعني كإجراء من قبل هذه المنظمات محي وإذا كان في نفس الوقت أيضا يعني يعطل المواطنين ومصالحهم هذا يمثل ذروة المعركة السلمية التي تخوضها القوى السياسية والتنظيمات الشبابية لأجل عودة الحكم المدني والديمقراطي للبلاد هذا يمثل ذروة المعركة السلمية هذا التدريس سيستمر حتى يوم غد في الإعلان الذي تم توزيعه من ستة صباحا لخمسة مساء ولكن نحن لا نستبعد أن يستمر التدريس عدد من الشوارع أثناء الليل أيضا يوم غد سيكون هناك التدريس من الصباح وحتى الخامسة مساء يوم أمس على الرغم أنه كان يوما مرهقا للمحتجين من خلال تظاهرات يوم طويل يعني راح ضحيتها أحد الأطفال في مدينة أمدرمان عبره 17 عاما قتل بالرصاص الخرطوش ولكن رغم ذلك أغلق عدد من المحتجين شوارع أثناء الليل وفجر اليوم نحن بهذا الشكل لا نستبعد أن يستمر ذلك أثناء الليل أو على الأقل تكون هناك مناوشات وبروفات على الأقل لإغلاق يوم غد في عدد من الشوارع أثناء الليل هو أمر معتاد في مثل هذه الظروف مع هذا التصعيد وبعد هذا التدريس ماذا تنتظر هذه التنظيمات السياسية كرد من قبل الجهات المسؤولة؟ هذه التظاهرات أو التنظيمات التي تقود الحراك في شارع شعارها لا مساومة لا مشاركة لا تفاوض يعني لها ترفع لآتها الثلاث وبالتالي لا تنتظر شيء من الطرف الآخر الممسك بالسلطة وتقول إن هدفها هو إسقاط نظام الحكم الحالي في السودان الأمر ربما يخدم بعض القوى السياسية على الأقل يساعدها في التكتيك إذا ما كان هناك تفاوض تحت الطاولة أو فوق الطاولة مع المكون العسكري وما إلى ذلك هو القوى التي تؤيد هذه الإجراءات التي اتخذها الجيش ولكن بصورة عامة الآن إذا ما نظرنا للطرفين الطرف الممسك بالسلطة والطرف الذي يقود الشارع لا يوجد حوار مباشر بينهما سوى مثل هذه الخطوات هذا هو الحوار الآن في شكل احتجاجات ليس هناك حوار مباشر نعم هناك بعض القوى التي ترى القوى المتشددة أنها تسعى للهبوط الناعم أو للمشاركة مع المكون العسكري ويعني تطالها اتهامات من القوى السياسية المتشددة ولكن بصورة مباشرة الأطراف التي تقود الشارع هي لا تنتظر خطوة سوى خطوة إسقاط والأطراف التي تمسك بزمام السلطة طبعا وعلى رأسها المكون العسكري في السودان ترجمة نانسي قنقر